اشتركوا في القناة وعليه كشف حساب بسيط ومراجعة لكل ما شهدناه الحدث الابرز والاخطر على صعيد العالم كان ظهور وباء كورونا وانتشاره وعلى الرغم من ان بداياته في الصين كانت في الشهر الاخير من العام الماضي الا ان الاسابيع الاولى من العام الجاري كانت منطلقا لهجمته العالمية التي تجاوز بها حدود الدول والقارات لينشر الموت بين البشر من دون ان يستثني او يجامل كبيرا او غنيا او قويا الكثيرون قرأوا رواية اتعام من العزلة لجابرييل جارسيا ماركيز وروايته الاخرى الحب في زمن الكوليرا ويبدو ان الكرة الارضية وبلا ترتيب مسبق دخلت اجواء القصة مع ما تم فرضه من عزلة اجبارية كانت بثقلها وقتامتها كأنها مئة عام او اكثر وما احوجنا لتجاوز هذه المحنة الى الحب في زمن الكورونا لنضع اقدامنا على اعتاب نهاية الازمة وبداية الامل بلا شك ان وباء كورونا سيكون حدا فاصلا وحقبة يمكن ان نؤرخ من خلالها كما فعل السابقون مع الاحداث الجسيمة فالعالم لن يكون بعد الوباء وبلا ادنى شك مثل ما كان قبله متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ستفرض نفسها على ارض الواقع لترسم خارطة جديدة للقوى العالمية والاقليمية ومن المرجح ان يرافقها تكوين تحالفات وانفصام تحالفات كانت تعتبر متينة ما يهمنا هو شأننا المحلي الذي دخل مع بداية المائة يوم الثانية من العام مرحلة مفصلية تتمثل بتكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة حاملا معه امال الملايين بان تكون الايام والاشهر المقبلة فاتحة خير تحمل معها انتهاء كابوس الوباء وقبل ذلك وضع حد للخلافات والجدال العقيم والتقدم بخطوات ثابتة باتجاه تحقيق الامن والاستقرار والشروع بالبناء سيد غيس اتشرف بقبول هذا التكليف كلنا خدم بشعبنا العراقي وسنعمل نكون بمستوى المسؤولية امام الشعب والتاريخ واشكر كل كتن السياسي التي عملت لتوحيد خطابها من اجل نهوض في العلاق شكرا جزيلا شكرا جزيلا